سنتان كاملتان والأبحارث إبراهيم ظل يعمل على تأليف كتابه التحقيقي عن مسيحي الجزيرة العربية ولسيما في نجران رجل الدين هذا يحمل رتبة متقدم في الكهنة خلاصة جهوده كانت كتابا عن القديس الحارث بن كعب النجراني دخول المسيحي إلى الجزيرة العربية دخلت عن طريق مملكة الأنباط من القبائل العربية اليوم بالأردن وحوران ومن هناك على طريق القوافل إلى اليمن ودخلت أيضا عن طريق الحبشي مخطوطات وكتب قديمة يسترسل الأب الحارث إبراهيم في الاستشاد بها وهو يحدثنا عن كيفية دخول وخروج المسيحية من الجزيرة العربية مع خالد بن الوليد بيقول للتاريخ الإسلامي أنه أمرهم أن لا يغمسوا أولادهم في المسيحية يعني لا يعمدوهم واني طبعا استمروا بهذا العمل بعدين بيقول لهم يعني مع أبي بكر بيقول لا يبقى في الجزيرة العربية دينان فارتحلوا أهل نجران وأخذوا ذخائر قديسهم وطلعوا من الجزيرة العربية ومنهم القديس الشهيد الحارث بن كعب لم يبقى من كنيسة نجران إلا أطلال قليلة عنها يحدثنا الأب كاميل مبارك عميد معهد الدكتوراء في جامعة الحكمة بنيت يقول للتاريخ كنيسة نجران سنة 525 ميلادي هذه الكنيسة التي تعرف بكعبة نجران وسميت الكعبة لأنها كانت بناء مكعب وحج إليها العرب أكثر من أربعين سنة هدمت هذه الكنيسة بعد الإسلام طبعا ولم يهدمها المسلمون هدمت بسبب حروب قبائلية يتفق الأب كاميل مبارك والأب الحارث إبراهيم أن ترميم كنيسة نجران سوف يفتح كوة ولكن ليس لإطلاق حرية العبادة ولكن أن تقوم العبادة المسيحية في أرض الجزيل العربي بعتقد أنه في منحة شعبة بعد ومقاوم لهذا الموضوع فأبل ما يصير في عملية تثقيفية وقبول صعب أنه هذا الأمر يتحقق يباشر بترميم الكنيسة وارد وارد بس منه لأسباب دينية يعني يباشر لحتى ينحكى عن تاريخ أما إذا لم يأمها المصلون فهي تبقى للذكرى أو للسياحة الدينية تاريخيا كانت أراضي المملكة العربية السعودية أرض تعدد الديانات وأن كل إنسان كان يعيش على دينه ومسار عودتها كما كانت طويل كما يقول الأب الحارث إبراهيم لبرامج اليوم على الحرة مصطفى عاصي دير البلمند شمال لبنان ترجمة نانسي قنقر